اه.. الله يا الله هنتا عرفون ان السفر يتعب إليه ما بسهل يا الله ليش من الدعاء أي cómo تقول والله من وعثاء السفر يا الله والله مو ترك أبوي هذا الزيمس هذا لازم يتغير هم معلَيش و الله هو مو يترك يكسر Sanskrit التشريف من علىект مو قلت له يا صعدان أغير يوك للباب الثاني أنا عارفト أن يمد بل ألخيف رأي فكرة السفرية منه انا ودي اتفهم معي اشوف انها فكرة غير مناسبة جدا هذا يوم فساقت يوم جيت وشبعت السفرة وخلصت وتمدنت وتسدحت وقلت لي تمددت وتسدحت وقلت والله منه رأي الفكرة لا لا سايرا عندك هجمات مرتدة والله العظيم يا أبوي كسن بالله انه شي شي غريب يعني تعب تعب كمية تعب ما هي طبيعية انت بضحكة والمناسة والراحة والفلة بدون اي شي بس ليه 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 مقرر السفرية في الوقت الحال يعني و ليه ما توديني طيارة طيارة بعدين انا اول مرة شو واحد ايش راح سباب السفر بعد ما يرجي من السفر لانا بعلم سافرنا وخلصنا بعلم الناس والجران انه تعبنا والله تعبنا والله كنت مسافر على رجلية انت في ممتزى سعد موقف هناك ومشي كععابي شوف انت ما قصرت دفعت فلوس وحجزت لنا شي كثير وصراحة أب بمثابته مئة أب مئة أب مئة أب نعم كوبونا سواق التميمي شوف يا الحبيب شوف هنا أبوك ترى يعني إلسانك أحيانا ممكن يوديك في داهية وانت ما تدري تدري إذا كلامك مع أبوك كده الثاني نشتقول معه هي مشكلة ولها حل ولها حل أي وانا يعني ممكن أنا أبوك ترى إذا قربت مني أخاف من لا أنا أخذ معك وأعطيه ولا أنا أعرف ولدي الكبير حشاشة جوفي ما قدر أستغني عنك بس ولو أنا وانت يعني أنا أخذ ونعطي مع بعض أقول لك حالي أنا فضي فضلك ترى والله ما يبزع لنا عليك ولا أرفع صوتي عليك بس فضي فضلك أقول لي سيارة كسرتنا ترى خليني طيد قول تميم نزل أغراض ومساعد نزل أغراض وين تميم وقالي راح رقد تميم سامن بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله شوف يبا كل هذا تعب اللجان وكل هذا تعب اللجان وكل هذا تعب اللجان ترى قلت هذه الجملة ثلاث مرات كل هذا تعب اللجان ليس باللجاني اللجان شوف أنا أرتعت في السيارة لأني أين نايم؟ بالمكان الذي يحلمون فيه بعض الناس الله 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 بالمكان الذي يرتاح فيه هذا ما يقهر هذا المكان الذي أنا أستاهله دائما هذا المكان أنا أركب فيه كل سفرة الله 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 داخل بقوة من منبري هذا أقول للشعب الحبيب الذي يتواجد هنا النفرين هنا الوالد القائد والأخ التعبان قصد الأخ الكبير القوي الشديد حسد شوفونا أبوك أختصرك الموضوع هذا المقدمة كان هذا الموجز وإليكم التفصيل بصفتي الولد قبض صغير ندب كم سنة شفت فأنا مثاح بالسفرة الحمد لله الله يتم عليك أنا أبوي خليني نرد في السيارة بعدك أنت وخالي فصفص خالي من المرتبة الأولى للمرتبة الأخيرة والله يا رب ما غثنا في الرحلة إلا خالك وفصفص القرعدة الذي يريحته ما أدر شلوه ما هو معقول طيبة أنا يعني علي كان جبت حارس مستد أبوي الله يطولي عمرك بعد أن يكون الله في السيارة يعني سعد سعد شف كم مرة أنتم تميب أنا أقول لكم شغل بيتنا لا تجيبونا الآخرين نظفونا شغل بيتنا حنا اللي نقوم فيه الله أنك صادقة وإن بغيت الجد أنك صادقة هذه مشكلة أنك تقول الكلام صح أنا عارف أنك كنت دائما تسمع الكلام تحت الضغط صح وهذا اللي عجبني فيك ونبوك تفضل شف الآن بهالمناسبة الآن ننام الآن باختصار لا يا بوي نجيب الناعشة هناك من الرجل وش بقيت للي جاي من الحج اللي جاي من الحج يرقدون من التعفل معذورين لكننا ترى أنا ما أسبحت في البحر إلا ما استنستو إلا اشتنشنا ما مشيتكم إلا ما رغت زواج عمتك ما انبسطتو أنزل زواجهم عادي والسيارة وفل أنها ما مهما ساعد وأنا شهدهم ساعد أنا عدا أول نص ش чемت من قمت بعد ساعتين أحبت أسفد صلاحة أغلى استقراف على ساعت الزواج همكعتهم كبيرة كبيرة مرة الله يتأم عليهم الناختي مبسوطة و تدعي للكوم تقول لك vorما تعنيتم من الرياضي و جيتوا محصود هذا حق واجب أسوله وترى أمvre إزالة ترى أن أختي أقوله يا أنه هو حق واجب العيال لازم يجون بعدين تشوف أمي و فكرة الاتصالات هذه في الطريق تقول تفاصيل الزواج والله جونا ألف لان والله صار و صار ولا خلتنا نسمع أنا مجهزنا شيء ما خلتنا نسمع والله سوينا كذا وتفصفص وتصبلها شيء هذه أمك إذا روقت شيء ثاني أمك إذا روقت مع ذورة ترى الحين سمعوا خلانا أعطيكم العلم فضل و خالك اللي أنا مدري أنتم ناسين في السيارة لا 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 نايم نايم إلى الحين نسوي مصدع بعد الرحلة طيب عموما الآن عندنا شيء يسمى نشاط منزلي نشاط منزلي هذا أبوي في المدرسة يقولون نشاط منزلي قريبا أصطرك على جماعة خليك كمله بسكرة نشاط منزلي أنا جيبنا الأغراب الحين أشرح لك إياه طبت قبل أنا خطى جاهز من قبل شفوا والله أنك شنب شنب ورد شنب ما طلع لي شنب بيطلع لك لا تستعجب بيطلع إن شاء الله سقيه ما أيه و يطلع كل يوم أغشر الواجه ما يطلع يطلع لا تستعجل شيء يطلع محروق أصبر طيب محق أخي محروق أوضع ثاني لا تدخلونا في التفاصيل سمعني الآن نحن في البيت تفاجأنا صراحة بالبيت محيوس مغسلنا ضيوفنا يوم رحنا الله لا يفشل أقول الأردن الله يذكرون وخير جيرانا باقي صحو ما غسلنا وهذا ما يصلح أنا عارف باقي الوقت بس ما يصلح بعدين ترى أمكم ومساعد ترى ما يبتبد على كل شيء بتسوي كل شيء لا يا حبيب أنت إياها هذه الآن شغلة بقوم فيها أنا أولكم وانت يا سعدان وتميم وإن شاء الله بنقوم خالق يشتغل معنا والله يا عظيم أبوي أنت قايد أبوي الله يسمي حقيت نفسك أول واحد بدءا بأول اسم قبل كل الناس كلهم هذا صراحة من حكمتك يا أبوي الله يسمي أنا أقول أعطني شغلة بسيطة يحكوا مني أنا اشتغلت كثيرا بالسفرية أعطيك شغلة أعطني الدرج بس مثلا أول كنب هذا أعطيك شيء أسهل أنا أعرف كنت تستصعب الشيء طيب طقت قصابعي وخلص هذا شغلة والله ولا أهمزك بعد أبوي 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 شف الحين قبل ما يعني نشتغل كذا شفت يوم نأخذ الشلال قدام البحر الشيخ سعد تعرف تسبح لا تفضح لا 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 المشكلة أول ما نزل يعني شوي بالغويض يعني قبل العميق قام يرفز هذا أخوك أعلمت كل نواع الرياضة